القطاعات الأخرى اللي اتضررت بشكل حتى لو كان بشكل جزئي أكيد إن إحنا نطلق مبادرة أو حوافز بمئة مليار جنيه مع بداية الجائحة وده كان أمر مبكر جداً اتحركنا فيه ممكن فيه دول كتير في العالم ما كانتش اتحركت وإحنا قلنا لأ على طول نضخ مئة مليار جنيه عشان نعزز ونحفز ونحافز على الشركات القائمة بالفعل إذا كان عليها أموال للكهرباء أو للضرائب أو لده تتأجل بس بشرط إن هما يحافظوا على إن العمالة اللي موجودة عندهم مايتمش تسرح أو يعني إن هما يقولوا إن الظروف الجائحة ما تسمحش وبالتالي نماشي لا ما عملناش كده طيب طيب هل بقى إن أتوقف أنا عايز أقول لكم مصر دولة شبة العاملين فيها عشرات الملايين لو توقفت دي الناس مداخلها هتبقى منين والدولة هتبقى غير قدرة على إن هي تعطي لكل دول أموال وإعانات أديك إعانة ولا أخلي ولا يعني منحة فلوس ولا أدي عمل إحنا اخترنا العمل لأن العمل حيؤدي إلى حاجتين أول حاجة إنه حيحافظ على تدفق الأموال للعاملين الحاجة التانية حستتقدم الدولة خلال السنتين اللي فاتوا دول بمعدلات كان المفروض مش هتحصل نوقف كل حاجة بقى ونتوقف لغاية لما نطمئن إن الجائحة هنتهت تماما ثم بعد كده نبتدي نحرك الاقتصاد مرة تانية تجربتنا غير كده تجربتنا غير كده لا إحنا قلنا لا هنتحرك بالعمل هنخفف من أثار الجائحة اقتصاديا هنتعامل بانضباط شديد مع إجراءات الصحية المطلوبة والإحترازين المطلوبة لو احتاجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل إغلاق مؤقت وده اللي تم